أبراكاته متابعين الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديدة هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الأهلي هنتكلم فيها عن قصة عودة رمضان صبحي إلى النادي الأهلي وتصريحات الكابتن إكرامي المسيرة المسيرة جدا 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 وكمان رد الكابتن إكرامي على انتقال رمضان صبحي إلى النادي الأهلي وحقيقة خلاف رمضان صبحي مع نادي برامت وموقفه من الانتقال إلى نادي الزمالك رسميا لكن في البداية صديقي ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلامة زي ما احنا عارفين طبعا قصة رمضان صبحي ورحيله عن النادي الأهلي والموقف المسير ان اللاعب فضل الفلوس والطموح على الشهرة وعلى الطموح الحقيقي وعلى النادي الأهلي رمضان صبحي طبعا من فترة في فترة الانتقالات الصيفية طلعت إشاعات أن رمضان صبحي سيعود إلى النادي الأهلي وفيه توسط من الكابتن إكرامي إشاعات حمى الكابتن رمضان صبحي ووالد زوجة الكابتن رمضان صبحي أنه بيتوسط للكابتن محمود الخطيب أنه يرجع رمضان صبحي وأن اللاعب غلط وأن اللاعب صغير وابننا وغلط وأن حسبه يا جماعة النادي الأهلي مبادئ ترصخ النادي الأهلي ما عندهش غالي ما عندهش خيار وفقوس اللاعب اللي بيبيع النادي الأهلي لن يعود إلى النادي الأهلي من جديد وكلكم تفتكروا قصة الكابتن عبدالله السعيد لما راح مضى في نادي الزمالي في وجود المستشار تركي آل الشيخ كان في الوقت ده رئيسا شرفيا للنادي الأهلي والمستشار تركي آل الشيخ جبر عبدالله السعيد ومضى من جديد في النادي الأهلي ولكن النادي الأهلي من لحظتها عبدالله السعيد الأهلي عرض عبدالله السعيد للبيع ولن يرتدي تشيرة النادي الأهلي مرة أخرى عبدالله السعيد بسبب توقيعه أو خروجه بشكل خاطئ يعني فيه لعيبة كده جماعة بتبقى لعيبة أنا آسف في اللفظ يعني بتبقى لعيبة غبية أوي لو انت بتدور على فلوس في النادي الاهلي لو بتدور على طموح في النادي الاهلي لو بتدور على شهرة في النادي الاهلي لو بتدور انك تنضم المنتخب مصر يبقى من خلال النادي الاهلي وافتكره مروان عطية في نادي الاتحاد السكندري عمر ما كان حد يسمع عنه مروان عطية نضم للمنتخب وبيلعب اساسي من خلال النادي الاهلي فعودة رمضان صبحي الى النادي الاهلي مستحيلة وهنقولها بحضراتكم الكابتن اكرامي نجم النادي الاهل السابق بيعلق ان رمضان صبح ناعب نادي برامتز يحتاج الانضمام حاليا وفي الوقت الحالي الى نادي جامهيري وبيؤكد الكابتن اكرامي الشحات في تصريحات تلفزيونية لو رمضان صبحي خد نصيحتي بشأن انتقاله للزمالك هقول له لا ولكن في النهاية القرار قراره وقال الكابتن اكرامي قائلا لو كان رمضان صبحي استشرني في امر رحيله عن النادي الاهل وانضمامه الى برامتز كنت حرفت رحيله عن النادي الاهل وبيؤكد رمضان صبحي له شخصيته وهو المسؤول عن قراراته وعن امكانية عودة رمضان صبحي للاهل قال كل شيء وارد ولكن صعب جدا في وجود الادارة الحالية برمضان صبحي طبعا انتقل الى نادي برامتز انتقل الى نادي برامتز موسم 2019 عشرين من نادي هادرسفيلد الانجليزي بعد نهاية اعارته مع النادي الاهلي ولكن زي ما قلت لحضراتكم رمضان صبحي لن يعود الى النادي الاهلي من جديد ورد الكابتن اكرامي رد صادم بشأن انتقال رمضان صبحي الى الزمالك كشف الكابتن اكرامي الشحاتنج بالنادي الاهلي السابق عن موقفه من انتقال رمضان صبحي زوج ابنته ولاعب نادي برامتز الى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة وقال اكرامي الشحات خلال استضافته في احد القنوات التلفزيونية رو اذا رمضان صبحي طلب نصحتي بشأن انتقاله الى نادي الزمالك سأقول له بكل تأكيد لا لكن في النهاية هذا قراره الشخصي اكرامي بيقول كنت سأمصح رمضان صبحي بعدم الرحيل عن الاهلي لو كان استشرني ولكن القرار قراره والامر امر الانباء الحالية طبعا مع كل فترة الانتقالات بتؤكد الى رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع رمضان صبحي من نادي برامتز رمضان صبحي انتقل الى نادي برامتز خلال فترة سوء انتقالات موسم 2019-2020 ما هي المدة المتبقية في عقد رمضان صبحي مع برامتز؟ يتبقى في عقد رمضان صبحي مع برامتز موسم ونصف ينتهي في صيف 2025 يعني من الصعب جدا التفريط في رمضان صبحي من نادي برامتز غير بمبلغ يكون مبلغ خرافي جدا 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 كمان الكابتن احمد شوبر بيكشف حقيقة خلاف رمضان صبحي مع برامتز ونوقفه من الانتقال الى نادي الزمالك كشف الاعلام الكبير احمد شوبر حقيقة ما تردد بشأن طرب برامتز من رمضان صبحي تخفيض تعاقده وموقف اللاعب من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة الشوبر في تصريحات اساعية لا صحة على الاطلاق لما يتردد بخصوص طلب برامتز تخفيض عقد رمضان صبحي واللاعب ما زال يرتبط بعقد مع الفريح حتى صيف 25 وقال كمان برامتز ملتزم جدا جدا ماديا مع لاعبيه ولا توجد اي مشاكل ورمضان لم يطلب الرحيل الى النادي واللاعب باق ومستمر مع برامتز وعن صفقة احمد حمدي قال الحديث عن انهاء برامتز صفقة احمد حمدي امر غير صحيح لقنه وارد كتا النادي الاهلي يا جماعة ليه مبادئ بترسخ وليه قوانين بترسخ وليه يعني صعب النادي الاهلي يكسر المبادئ ولو رمضان صبحي ما يعرفش كده يسأل الكابتن عصام الحضري اللي كان في عز توهج عصام الحضري وافضل فترة في حياة عصام الحضري الفترة اللي طرق النادي الاهلي وراح سيون السويسري لو تفتكروا ورجع عصام الحضري ندم وقال انا على اتم الاستعداد ان ارجع النادي الاهلي والعب للنادي الاهلي مجانا بدون ولا جنيه حتى الاعتزال هل عصام الحضري يا جماعة عد من جديد للنادي الاهلي رغم كل الكلام اللي هو قاله رغم كل الاعتزارات اللي هو قدمها هل عصام الحضري عد لن يعود الكابتن احمد فتحي اللاعب المحترم اللي ما فيش حد يقدر يقول في حقه حاجة لعب للنادي الاهلي اكتر من اربع شهور مجانا حتى نهاية عقده ورحل عن النادي الاهلي من بوابة النادي الاهلي وفي احتفال من مجلس ادارة النادي الاهلي هل احمد فتحي يعود من جديد للنادي الاهلي صعب صعب عودة احمد فتحي صعب عودة شريف اقرامي صعب عودة عبدالله السعيد صعب عودة اي لاعب خرج بشكل غير اخلاقي من النادي الاهلي نهائيا ولو مش عارفين كده اسألوا الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن مع ان الكابتن حسام وابراهيم على فكرة كان موقفهم مختلف تماما كابتن حسام وابراهيم كان العقد التحهم انتهى مع النادي الاهلي والادارة لن تجدد عقود انضمامهم من جديد للنادي وقالوا لهم شوفوا لكم نادي فالكابتن حسام وابراهيم رحلوا عن النادي الاهلي وانتقلوا لنادي الزمال هل هم عادوا من جديد للنادي الأهلي لن يعودوا للنادي الأهلي لأن دي مبادئ بترخص في جيل بعد جيل ولكن في ناس ممكن تقولك إيه في ناس ممكن تقولك إن رمضان صبح غلط وفيها إيه يا جماعة لما يرجع للنادي الأهلي ده ربنا سبحانه وتعالى بيسامح إحنا مش ربنا إحنا بشر وعباد إحنا بشر وعباد من حقنا نزعل من حقنا نسامح من حقنا نسمحش لأن إحنا بشر إحنا مش ملايكة تمام ولكن دي مبادئ النادي الأهلي ومحدش يقدر يتكلم فيها يرجع رمضان ما يرجعش رمضان دي قرار في إيد مجلس إدارة النادي الأهلي بس اللي أنا عارفه ومتأكد منه إن النادي الأهلي لن يعود من جديد رمضان صبحي إلى النادي الأهلي وافتكروا كلامي ده كويس جدا جدا بكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا أتمنى من الله أتمنى من الله يعني إن الحلقة تكون عجبة حضراتكم يريد تدعمونا باللايك للفيديو وتكتبونا في التعليقات هل تتوقع عودة رمضان صبحي للنادي الأهلي؟ هل تتوقع انتقال رمضان صبحي لنادي الزمالك في يناير؟ ولا لا؟ يريد تجاوبوني في التعليقات بشكرك يا صديقي إنك كملت معايا الحلقة للنهاية بتنساش اللايك والاشتراك والشير للفيديو علشان يوصل كل الناس أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر